سيادة العقيد قبل أن أذهب مرة أخرى إلى السيد مسلم شعيته نفس السؤال الذي كنت أسأله قبل أن أتوجه إلى السيد مسلم هل تستطيع تركيا وسوريا تجاوز أي خلافات بينهما عفوا تركيا وروسيا تجاوز أي خلافات بينهما فيما يخص الأزمة السورية والله أول شيء بدي نوح عن نقطة يعني اللي هو عندما تقول تركيا أننا اتفقنا مع الجانب الروسي حول أمم بيجي ثق تماما أن هذا التصريح ليس أكثر يعني لا يتعدى باب المجاملة ورفع المعنويات لروسيا روسيا المنهارة في سوريا روسيا التي تسيطر على سوريا بهذا الشكل منهارة روسيا التي تسيطر على 54% من مساحة الأرض السورية وعندما بدأت تحاول أن تتدخل بالحلول وتسحب الناس إلى سوشي وإلى أسلام وإلى غيره أول كلام تلقته من أمريكا أنه أنت وعدت أنك تدخل وخلال ثلاثة أشهر تنهي الثورة نهائيا في سوريا ليست حرب أهلية في سوريا ثورة أنك تنهيها تماما وتسلم مقاليد الحكم للنظام من جديد وعندها ستكون لك اليد الطولة في سوريا اليوم أنت في السنة الرابعة وحققت هذا الكلام من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا تماما حققت 54% لذلك لا يحق لك لا تدخل في المشاركة في الحل ولا الإنفراد به هذا بالنسبة لوضع روسيا وروسيا التي تكلم ضيفك عبر الهاتف كلاما كبر بروسيا كثيرا روسيا أصغر من ذلك بكثير يا شيدي روسيا لم تعد للاتحاد السوفيتي هم لا يزالوا يتكلمون بصفة الدولة العظمى وبصفة إمكانيات الاتحاد السوفيتي من خلال دولة تتقلص تقلص الاتحاد الروسي لا يقاس بالاتحاد السوفيتي من يسيطر على الأمور في سوريا بشكل واضح؟ في سوريا الآن روسيا ضمن مناطق النظام بالتأكيد لكن 54% من سوريا عندك 28% ومساحة الجزيرة تشكل 46% من مساحة سوريا مجتمعة هذه كلها خارج سيطرة روسيا ولا علاقة لروسيا بها يعني حتى منبج لا وجود أصلا لروسيا ولا كلمة روسيا ولا دور من أين تستطيع روسيا أن تكون فاعلة في منبج؟